اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة إلى الجزء الثالث وأحفظ شيء من الجزء الثلاثين جزء تساوى عشرون وإن سألته من أين لك هذا تجد بأنه جتهد من عندي نفسه وكثير من من يريدون تعلم القرآن دائما يقول نسيت كأن هذا أصبح أصبح كأنه عاد عند الإنسان يعني ليست مشكلة نسيت وكأن النسيان ليس هو المتسبب فيه فهنا أيها الأحب الكرام هنا إشكالية كبيرة أن الإنسان يرد مسألة النسيان إلى غيره أو بأنه كان ما عنده مشكلة حفظت ثلاثين جزء لكن نسيت كأن هذا النسيان جاء من الخارج نسيان أنه هو المتسبب الأول في النسيان ثلاثين جزء لكن لكن Kebanyakan manusia yang menghafalkan Al-Quran Ketika kita tanya mereka Berapa yang kau hafal dari Al-Quran Maka Sebagian mengatakan Aku hanya hafal sebagian saja Sebagian lagi bilang Aku hafal Quran, tapi gak urut Ada yang hafal Di just awal-awal sekian Ada yang hafal di tengah Al-Quran Sekian, dan di akhirnya sekian Berantakan hafalannya Beberapa yang lain Pernah hafal, tapi lupa Ketika ditanya Berapa hafalanmu Dulu aku hafal semuanya Tapi sekarang banyak yang lupa Nah, maka lupa ini menjadi Dan hal-hal Alasan-alasan di atas tadi Menjadi permasalahan orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan seakan-akan Permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah Wajar Dia sudah gak menganggap itu Sebuah permasalahan yang besar, ketika dia hafal Quran Kemudian dia lupa Seakan-akan lupa itu hal biasa Dalam menghafal Quran Tentunya ini sebuah Keteliruan yang besar Ayuhal ahibatul kiram Hada al-Quran Terima kasih telah menanggap Al-Quran, ayuhal Terima kasih telah menanggap Terima kasih telah menanggap Terima kasih telah menanggap Al-Quran Al-Quran ini adalah mu'jizat yang kekal Sampai hari kiamat Dari mulai dia diturunkan Dia mu'jizat Dan sampai hari kiamat Dia tetap akan menjadi Mu'jizat Maka kenapa Kenapa Al-Quran bisa menjadi mu'jizat Apa kita gak penasaran Bukankah itu menjadikan kita Semangat untuk membaca Al-Quran Apakah Al-Quran diturunkan Bukankah Al-Quran diturunkan Untuk kita Sampai kita menghafalnya Untuk kita membacanya Setiap hari Atau apakah Al-Quran ini Diturunkan Supaya kita Baca Kita tanda buri maknanya Kemudian kita amalkan Isinya Allah az炒 Jal Atau karna Libidab Roji Suduan 방법 Musik 网alah Sura توصلك إلى مرحلة التدبر سورة المزمن تحفظون يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا لماذا بدأ؟ بعبادة قيام الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعني هذا على حسب استطاعتك تقوم الليل تقوم نصفه ربعه ثلثه قيام الليل حين نقوم الليل صلاة الصلاة لماذا؟ ماذا تستقرأ؟ قرآن فلذلك ماذا قال له ربنا جل وعلا؟ قال أو زد عليه ورتي للقرآن ترتيله الترتيل للناس يعني الحمد لله إقبال المسلمين على التجويد في معاهد التحفيظ الحمد لله شيء يبشر بالخير ولكن علينا أن لا نغفل عن هذه المسألة أيها الأحب مسألة العمل يعني مشكلتنا نحن الآن مشكلة عمل بالقرآن قال ورتي للقرآن ترتيلا متى؟ بالليل أيت ورتي للقرآن لأن معظم من يقرأ التجويد حين يأتي إلى حكم التجويد ما هو حكم التجويد؟ التجويد كذا لقوله تعالى ورتي للقرآن ترتيلا يعني دائما نستشهد بحكم التجويد بهذه الآية لكن أنا أتيت بهذه الآية في سياقها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتي للقرآن ترتيلا يعني اقرأه بتمهول وإتقان ثم ماذا قال له ربنا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيل فبقدر ما هو القرآن هو كلام رب العالمين وكلام يقرأ بالتجويد والتحسين ونحفظه ونجتهد في أن نقيم اللفظ لكن علينا أن ندرك أن هذا القرآن هو كما قال ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أنا الآن حين أقول لك يا أخي ستحمل شيئا ثقيلا عليك أن تستعد كي تحمله إنا سنلقي ما قالوا ألقينا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطا يعني في الليل يحصل التدبر ما لا يحصل في النهار فهذه الغاية من إنزال القرآن أن نتدبر ونعمل به فحين نأتي نحفظ القرآن نحفظ القرآن لماذا نحفظ القرآن لماذا نحن نوصي الناس أن نحفظ القرآن لكي نكون سببا في حفظ القرآن الكريم لأن الذي يحفظ القرآن هو الله عز وجل والقرآن حفظ في الصدور قبل أن يحفظ في الصطور في الصدور قبل الصطور فلذلك نحن نوصي أبناءنا بحفظ القرآن لكي يبقى محفوظا إلى قيم الساعة لا نقول القرآن خلاص مكتوب في المصاحف ما في داعي ما تحفظ القرآن لا خلاص ما تحفظ القرآن موجود في الجوال لا يا إخوة القرآن يحفظ في الصدور قبل حفظه في الصطور بعد الحفظ أيها الأحباء الكرام تأتي مسألة التلاوة لماذا قال هو أردت للقرآن ترتيلا يعني أقرأه بتمهل لماذا أقرأه بتمهل يعني تدبره كأنه يقول تدبره تأمل في القرآن لذلك الله عز وجل أنكر قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمسألة التدبر هذه مسألة مهمة لأن التدبر حين تتدبر شيئا يعني فقهته وفهمته تعمل به حينئذ تدخل إلى مرحلة العمل ذكر الله عز وجل في سورة البقرة الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به حق التلاوة إخوان ليس التجويد فقط أن تعمل به أهل القرآن من هم أهل القرآن الذين يعملوا بالقرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن sehingga setelah kita faham makna dari القرآن tersebut baru kita bisa mengamalkan di sini Allah SWT mengatakan يَا أهل القرآن يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ أهل القرآن إِلَّا قَلِيْلَا wahai orang yang berselimut wahai orang yang tidur tidur dengan minyak berselimut kata Allah كُمِلَّيْلَا bangunlah malam إِلَّا قَلِيْلَا meskipun sedikit نِسْفَهُ setengahnya أو يَنْقُسْمِنْهُ قَلِيْلَا atau kalau gak kuat bangun setengah malam dikurangi lagi sepertiganya seperempatnya dan seterusnya أوزِدْعَلَيْهِ وَرَبْتِرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا atau panjangkan bangun malammu itu untuk apa? وَرَبْتِرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ dan bacalah Al-Quran ketika kamu bangun malam itu bacalah Al-Quran dengan تَرْتِيل Tartil yang dimaksud di dalam surat Al-Muzammil ini adalah membaca Al-Quran dengan tamahul dengan pelan-pelan jangan cepat-cepat kalau baca Al-Quran وَإِطْقَانَ dan membacanya dengan cara yang benar dengan tajwid yang benar dengan makhari juhruf yang benar kenapa Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan pelan? supaya kita bisa mentadaburi agar mudah mentadaburinya supaya kita paham apa yang kita baca kenapa? karena kata Allah aku menurunkan kepadamu perkataan yang berat Al-Quran ini berat kalau diturunkan ke gunung maka gunung ini akan khusyuk dan meledak kata Allah sehingga untuk menerima untuk bisa memahami perkataan yang berat dari Allah ini yang maknanya sangat dahsyat ini maka kita perlu bersiap-siap kita perlu mempersiapkan diri dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya membaca Al-Quran di malam hari ini akan lebih memudahkanmu untuk mentadaburi Al-Quran nasiatal layl suasana di malam hari itu akan lebih memudahkan dirimu untuk memasukkan Al-Quran ke dalam hatimu Al-Quran yang dibaca di malam hari itu pukulannya ke hati akan lebih menonjok akan lebih menusuk ke dalam hati akan lebih masuk ke dalam hati sehingga manfaatkan waktu tersebut dengan membaca dengan pelan kemudian juga kita menghafalkan Al-Quran selain untuk mentadaburi maknanya kemudian mengamalkan isinya kita menghafalkan Al-Quran juga agar Al-Quran ini sama Allah dijaga hingga hari kiamat supaya dijaga sampai hari kiamat jadi bukan hanya menghafalkan saja karena kalau cuma kita hafalkan saja sebetulnya di buku-buku juga sudah ada Al-Quran gak ada bedanya antara orang yang menghafal dan yang membaca Al-Quran sudah ada Al-Quran mushab sudah banyak tapi kita juga niatkan untuk kita menjaga Al-Quran tersebut untuk kita sampaikan ke manusia sehingga kita menjaganya di hati kita maka orang-orang yang membaca Al-Quran kata Allah SWT orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan benar dengan pelan-pelan dengan tujuan untuk mentadaburi Al-Quran dengan tujuan untuk mengamalkan Al-Quran untuk bisa dia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya itu adalah orang yang kata Allah SWT mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran tersebut قال مخاطب النبي كتاب أنزلناه إليك مبارك فالمشتغل بالقرآن يحصل البركة ليتدبر آياته فهذا هو المقصود الذي نريد أن نصل إليه كمسلمين أن ندرك الغاية التي أنزل أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم فإذن أيها الأحبة الكرام حين تدرك تستشعر يعني حين تستشعر تستشعر كمسلم بقلبك وتتأمل أن هذا القرآن ربنا قال أنزلناه إليك مبارك تريد بركة في العمر عليك بالقرآن تريد بركة في الذرية عليك بالقرآن تريد بركة في المال عليك بالقرآن القرآن باركة لن يخسر أحد اشتغل بالقرآن لا يخفى عليكم الإثيان بأذكار الصباح والمساء أليست هي آيات من القرآن خواتم سورة البقرة من قرأها كفتاه ما؟ لأنه قرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقرة سورة البقرة أخذها بركة وتركها حصرة وندامة إن كان هذا شأن سورة البقرة فقط فكيف بالقرآن كله مئة واربعة عشر سورة حين نستشعر أن الاشتغال بالقرآن باركة حينئذ نجعله محور حياتنا نعيش حياتنا بالقرآن ومع القرآن وهذه الصحبة صحبة القرآن إذن يقال لصاحب القرآن ما قال لقارئ القرآن وما ينطق عن الهواء لصاحب القرآن اقرأ وارقه وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يأتي القرآن شفيعا لأصحابه ما قال قرائه ومن هنا أدخل في باب حفظ حفظ القرآن الكريم ما أجبت ما سألته في الأول لماذا الناس تقول أنسى أنسى فالخلل في الصحبة مع القرآن فالذي تكون له صحبة مع القرآن سيحفظ القرآن لن ينسى القرآن الذي حفظ في معهد ثلاثين جزء ويقول لأكلوبه نسيت نسيت لا أراجع لماذا لا يراجع لأنه لم يصاحب القرآن معنى لم يراجع لا ليس دائما يقرأ القرآن إذن ليس له صحبة مع القرآن فإذن الصحبة حين نستشعر أن هذا القرآن ينبغي أن تتدبره وأن الاشتغال به بركة ستسعى لوحدك لوحدك تصبح تسعى أن تنال بركة القرآن وتسعى تصاحب القرآن وتصاحب أهل القرآن حين تجد ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون يقرؤون القرآن يتدارسونه ماذا تغشهم الرحمة تنزل عليهم السكينة الملائكة لماذا هذه الأحاديث التي في فضائل القرآن وفضائل ماذا كي نستشعر أنها بركة يا إخوان حياته نبغي أن نبني حياتنا بالقرآن مفروض المسلم يبدأ حياته يبدأ يومه بالقرآن وينيه بالقرآن سورة الملك كل ليلة يقرأ القضية ليست أنها سورة الملك أن تستشعر أنه قرآن أنه قرآن يا إخوان آية الكرسي آية واحدة ماذا عدى النبي أعظم آية في القرآن انظر الحديث كيف يقول أعظم آية كم من واحد حافظ آية الكرسي كثير من المسلمين لذلك أيها الحبيب نحتاج إلى صيانة قلوبنا نحتاج إلى إعادة النظر في تعاملنا مع القرآن لا يكون فقط قرآن نمسك مصحف وقرأ وخلاص المهم أقرأ كأنه يقرأ وخلاص لا نعم أشجعك وأشكرك وأثني عليك لأنك تحفظ القرآن لأنك تحفظ شيء من القرآن وتجتهد أن تقرأ القرآن وأن تحسينه فيه أنا معك بهذا وأشد عضدك أن توصل هذا الطريق لكن استشعر ما قلته آنفا من بركة القرآن من التدبر والعمل بالقرآن فإن استشعرت هذا فأنت على خير عظيم الله سبحانه وتعالى berfirman كتاب أنزلنه إلايك مبارك ليددبر آياته yang artinya القرآن ini kitab ini أنزلنه إلايك aku turunkan kepada موهي محمد مبارك dengan penuh بركة ليددبر آياته agar kalian mau mentadaburi ayat-ayatnya maka apabila kita menginginkan keberkahan di dalam hidup kita maka hendaknya kita mulai mentadaburi القرآن maka kita mulai dengan hidup dengan القرآن maka barang siapa yang menginginkan keberkahan di dalam umurnya barang siapa yang menginginkan keberkahan di rumahnya di hartanya di anak-anaknya maka hendaknya dia memegang القرآن tersebut dia membacanya dia mentadaburi maknanya dia mengamalkan isinya dia mendakwakkannya kemudian bukankah zikir pagi dan petang yang selalu kita baca dengan berharap agar Allah menjaga diri kita memberkahi kehidupan kita bukankah zikir pagi petang itu isinya semuanya القرآن yang kita harapkan keberkahan darinya isinya Al-Qur'an semuanya suratul Baqarah contohnya surat Al-Baqarah saja kata Rasulullah s.a.w. fa'inna akhzaha barakah sesungguhnya barang siapa yang mengambil surat Al-Baqarah dia baca dia takuni dia fahami dia sampaikan maka itu keberkahan untuk dia meninggalkan Al-Baqarah ini akan menjadi penyesalan yang luar biasa maka itu baru surat Al-Baqarah maka bagaimana orang yang terus mengulang-ulang Al-Qur'an ini sampai hatam diulangi lagi dihafalkan ditadaburi makna-maknanya disampaikan kepada orang-orang di sekitar kepada anak istrinya kepada orang tuanya tentunya hidupnya akan penuh dengan keberkahan dari Allah Maka hendaknya kita hidup dengan Al-Qur'an agar kehidupan kita semuanya ini diberkahi oleh Allah pada segala sisinya dan akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an di hari kiamat nanti di antara keberkahan Al-Qur'an ini di hari kiamat nanti kata Allah Bacalah Al-Qur'an dan naiklah ke atas surga dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil sebagaimana dahulu di dunia kau membacanya juga dengan tartil dan sesungguhnya levelmu di surga itu setinggi apa tergantung dari berapa jumlah hafalanmu jadi kalau hafalan Al-Qur'annya penuh maka dia akan melesat naik ke atas surga yang paling tinggi dan itu akan dikatakan seperti itu kepada siapa yang mendapatkan itu siapa Ahlul Al-Qur'an bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Sallam bahwasannya Al-Qur'an ini akan datang Al-Qur'an di hari kiamat ini memberikan syafaat untuk ahlinya bukan untuk yang membacanya saja tapi ahlinya itu orang-orang yang betul-betul hidupnya dengan Al-Qur'an dia menghafal Al-Qur'an dia baca dia punya target hafalan dia punya target pengamalan Al-Qur'an dia sampaikan di orang-orang di sekitarnya maka orang yang hidupnya berteman dengan Al-Qur'an dia terus bawa Al-Qur'an kemanapun dia berada dia dia akan lupa dia gak akan kena masalah-masalah yang tadi hafalannya berapa dulu hafal semua tadi lupa maka ini hendaknya kita jadikan sebagai pembelajaran sebagai nasihat untuk kita semuanya l Magazin Diana Al-Qur'an Al-Qur'an Lihما l featuring melihat El Exat لا هو ميسر لأن الذي يعلمنا هو الله عز وجل واتقوا الله ويؤلمكم الله التقوى يا إخوان بقدر تقواك بقدر ما ييسر الله عز وجل لك سيب وإيه عربي ليس عربي سيب وإيه إمام العربية ليس بعربي ابن أجرم عربي ليس عربي الأجرمية يقرأ وقذم الناس يؤصل نحو لابد يأمر بالأجرمية عرب ليس عرب ولكن حفظ الله به يملع الليسان العربي بماذا اجتهادوا ذلك أيها الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به وفي لفظ وحافظ وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة ما شاء الله إذا الذي يقرأ القرآن يجيد تلاوته يجيد حفظه هذا مع السفرة الكرام الملائكة وهناك مناسبة جميلة أذكرها لماذا ذكر السفرة الكرام السفرة سفير القرآن أنزل عن طريق جبريل رسول من الملائكة فأنت كقاري القرآن أنت سفير للقرآن كن سفيرا للقرآن مع السفرة الكرام البرارة هذا الأجر العظيم أجر العظيم مع السفرة الكرام البرارة لمن لمن مهر بالقرآن طيب الذي يكون ماهر بالقرآن هكذا جالس في البيت حتى يكون ماهر يقرأ قلل من القرآن يكون ماهر لن يصل إلى درجة الإتقان الذي يقرأ قلل من القرآن الذي لا يراجب محفظة يصل إلى الإتقان حتى التجويد حلقة تحسين ساعة واحدة ساعة التحسين ممكن ساعة واحدة في المسجد هو يكتفي بتلك الساعة لن تصل إلى الإتقان يا أخي ولكن لو تصل ليلك بنهارك وتجتهد تظل مع القرآن ليلة نهار وتدعو الله وتتضرع إليه يا رب اجعلني من الحفاظ ليس تقرأ صفحة وجه تقرأ وعشر مرات ثم تقول ادعو الله لي يا شيخ أن أكون من الحفاظ المتقنين يا أخي لا كأن هذا الفضل مع السفر الكرام البررة حين تستشعر أنك ستكون مع الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ألا تتشجعوا في حفظ كتابه ستتشجع قد تقول والله يا أستاذ أنا والله أجتهد في حفظ القرآن وأظل فينا الصباح ولكن أجد صعوبة في النطق وأنا حزين جدا لأني لن أستطيع أن أكون مع السفرة الكرام البررة أنا حزين جدا لم أستطع البشرى أتت في نفس الحديث قال والذي يقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ذكر اثنان والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بك لأن الذي ينطق لا ينطق عن الهوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن القرآن أنزل للعالمين جميعا النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه القرآن في مكة والمدينة أما كان هناك شيء اسمه الروم الفرس هؤلاء عرب هؤلاء ليسوا عرب أعاجم من العجم ولكن لأن القرآن هو للعالمين جميعا النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يدرك أن هناك معاناة في قراءة القرآن بخلاف العربي العربي الأول ليس العربي تعب الزمان الآن العربي الأول لأنه أنزل بلسانهم فيسهل عليهم قراءته لأنه أنزل بلسان عربي ولكن اللسان غير العربي ألا يقرأ القرآن يقرأ القرآن ولكن قد يجد مشقة يتتعدع فيه وهو عليه شق ماذا قال ابن سلم قال له أجران فله أجران فأنت مأجور أنا دائما أقول للطلاب بعد طلاب مثلا يقولك أنا أريد أخرج من المعهد أنا أخرج من المدرسة أنا لا أريد أذب إلى حلقة لأني لا أحفظها الصعوبة يا أخي إن زهدت في الحفظ لا تزهد في الأجر لو جلست أنا والله وقال لا ما أحلف والله لو جلست خمس سنوات أو عشر سنوات في حلقة مسجد كي تحفظ قرآن ولم تحفظ ولا آية وإن كان هذا لا يوجد ولكن أقوله من بابي التنظير لو جلست خمس سنوات أو عشر سنوات في مسجد كي تحفظ قرآن أو تحفظ سورة ولم تحفظ ولا آية فأنت على خير أنت كنت تنال في الأجور يا أخي حصلت الأجور أعظم أجر حصلته هو قوله تعالى فاذكرني أذكركم أنك كنت كلما تذكر الله كلما تقرأ آية وتردد وكي تحفظ الله عز وجل يذكرك من فوق سبع سماوته باسمك أي فضل هذا أي فضل فالمسلم لا ينقطع عن القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا القرآن هو حبل الله الممدود إلينا طرفه بيد الله وطرفه بيدنا أيها الأحبة الكرام ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله تمسك به تمسك به لا تجعل أي شيء يصرفك عن القرآن سواء كنت ضعيف الحظ تحفظ وتمسى لا يوجد سبب يجعلك تترك وردك القرآن مفروض نحن كمسلمين كل يوم نردد القرآن كل يوم ليس فقط حافظ القرآن ليس فقط طالب الحلقات حتى أصبح عند بعض المسلمين أن القرآن لا يخاطب به إلا أهل الحلقات قل هذا طالب حلقة قرآن هذا حافظ كذا نحن مسلمون يا أخوان هذا القرآن لنا جميعا للمسلمين جميعا للأمي للذي يعرف يقرأ والذي لا يعرف يقرأ الذي يعرف المخارج الحروف والذي لا يعرف مخارج الحروف ليس الذي لا يعرف مخارج الحروف يقول لك أنا لا أقرأ لأني لا أعرف مخارج الحروف ما عندي واحد يعلمني تحسين لا يا أخي لا يا أخي تهلم واجتهد وكما قلت آنفا لا تزهد في الأجر أنت على خير عظيم أنتم الآن حاضرون في المسجد مكتوك الآن هي الصلاة الآن أنت تسمع في المحاضرة الملائكة تستغفر لك يا إخوان أنا أعلم يقينا أعلم أنه لا يخفى عليكم هذه الأمور لكثرة الأساتذة يحاضرون ويخبرونكم بفضائل الذكر وفضائل القرآن وفضائل العلم لكن أنا أريدك أن تستشعر ما تعلم أنت الآن جالس في المسجد جلوسك في المسجد عده النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أنت تعلم هذا لكن هل استشعرت هذا وأنت جالس أنت تعلم كمسلم وكجالس أن الملائكة تستغفر لك لكن هل استشعرت هذا يوم الجمعة هناك ملائكة على الأبواب تسجل من يدخل ولكن أنت تعلم هذا لكن هل استشعرت هذا فعلينا أن نستشعر أيها الأحبة الكرام أن عبادة القلب أخوان عبادة القلب نحتاج أن نعبد الله بقلوبنا نعم على الجوارح واللزان ولكن على قلبك لتكون من المنذرين ذلك العلماء يقولون القلب هذا هو وعاء العلم لذلك القلب الطاهر هو الذي ينال العلم لذلك أنظر إلى سير العلماء إلى العلماء الأتقياء هذا يقول رواية حفص عن عاصم من حفص هذا رجل ولكن أنظر إلى طهارة قلوب هؤلاء الناس الذين نقلوا لنا القرآن منهم هم الصحابة الكرام والنبي سلم قال خير القرون قرني قرني ثلاث قرون القرون المفضلة هم الذين نقلوا لنا السنة ونقلوا لنا القرآن الإمام البخاري الذي الآن الناس الآن تحارب البخاري وتطعن في البخاري هذا الرجل بماذا حفظ السنة كيف حفظ السنة انظر إلى القلوب التي وعت العلم فنسأل الله عز و جل أن يكرمنا بقلوب تعل علم أيها الأحبات الكرام يا maka hendaknya seorang muslim dia memulai harinya dan juga mengakhiri harinya dengan bacaan Al-Quran dia memulai harinya dengan membaca ayat kursi membaca dua ayat terakhir di surat Al-Faqarah itu menjadikan dia terjaga sepanjang hari kemudian dia mengakhiri malamnya dengan membaca Al-Quran dia membaca surat Al-Mulk membaca Al-Falak Anas Al-Ikhlas Al-Kafirun surat-surat yang lain sehingga dia mengakhirinya juga dengan Al-Quran sebelum dia tidur maka orang yang memiliki hafalan Al-Quran ya dia hafal ayatul kursi dia hafal Al-Fatihah apalagi dia sampai hafal Al-Baqarah maka ini tentunya kebaikan yang sangat besar jangan sampai dia menjadi apa malu dia punya hafalan Al-Quran meskipun sedikit kemudian malu kemudian merasa gak pede jangan ini kebaikan yang besar seseorang bisa hafal Al-Fatihah saja itu sebuah kebaikan yang besar keberkahan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala maka seseorang harus bersyukur dan berbangga ya dengan dia bisa menghafal Al-Quran itu maka perlu sekali perlu sekali kita untuk meresapi dengan hati kita betapa Al-Quran ini penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak tahu surat Al-Qamar surat Al-Qamar ini untuk orang yang menghafal Al-Quran dia surat yang lumayan sulit banyak kalimat-kalimat yang terulang disitu namun ternyata di surat Al-Qamar itu Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali mengulang firmannya walaqadiyassarnal qur'ana lidzikri bahal mimudakir kata Allah sungguh telah aku mudahkan Al-Quran ini kemudian Allah menantang kita adakah orang yang mau mencoba untuk menghafal Al-Quran adakah orang yang mau mencoba untuk mempelajari Al-Quran surat yang sulit ini ternyata di dalamnya apa Allah janjikan kita untuk memudahkan kita luar biasa Allahu Akbar maka kata Allah subhanahu wa ta'ala wa taqo allaha wa yu'allimukum Allah ini juga kunci agar seorang bisa mempelajari dan menghafal Al-Quran kata Allah bertakwalah kepada Allah alias takutlah kepada Allah wa yu'allimukum Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian maka sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah sejauh itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran ini kalau kita lihat ya si bawih si bawih ini ahli nahu nahu suraf itu yang kata orang menyeramkan itu ahlinya siapa si bawih bukan orang Arab ternyata kemudian juga imnul ajurum jurumiyah setiap orang yang belajar bahasa Arab pasti akan melewati kitab jurumiyah ini apakah mereka dia orang Arab bukan imam Bukhari apakah orang Arab imam Muslim bukan tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah dia tahu keberkahan Al-Quran dia betul-betul meresapi dengan hatinya bagaimana berharganya Al-Quran ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia untuk menghafal bahkan menjadi pasukan Allah dalam menjaga Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah s.a.w. kemudian juga sabda Rasulullah s.a.w. yang perlu kita resapi dengan hati kita kata Rasulullah Al-Mahiru Bil-Quran Al-Mahiru Bil-Quran apa-apa sama Allah yang diutus malaikat yang paling hebat yang paling bagus yang luar biasa maka orang yang membaca Al-Quran meskipun dia kesulitan ya dia bukan orang Arab lagi sulit dia menyebutkan Al-Quran dia berjuang untuk itu Allah akan sejajarkan dia dengan Maka tentunya ini sangat sepadan bahkan mungkin gak sepadan sama sekali kita belajar mati-matian untuk menghafalkan Al-Quran pada akhirnya Allah akan sandingkan kita dengan Malika Jibril tentunya ini kemuliaan yang sangat luar biasa sangat perlu untuk kita pertimbangkan ini membaca Al-Quran dan menghafalnya kemudian bagaimana dengan orang yang gak mahir membaca Al-Quran apakah dia bisa beralasan saya gak bisa baca Al-Quran makanya saya gak pernah baca Al-Quran Pak kenapa gak pernah ngaji saya gak bisa baca Al-Quran kata Rasulullah Pak seakan-akan di hadith itu hadith itu ada sambungannya di sambungan hadith tersebut seakan-akan Rasulullah tahu problem yang akan terjadi bahwa saya banyak akan ada orang-orang yang gak mudah bagi dia untuk membaca Al-Quran tapi kata Rasulullah waladhi yakraul Al-Quran wa yata ta'ufih wa huwa alihi syar falahu ajran barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia kesulitan memaksakan diri untuk bisa baca Al-Quran maka Allah akan berikan dia dua pahala pahala dia membaca Al-Quran dapat per huruf dapat dan pahala dia berjuang tadi itu jadi gak ada alasan orang untuk gak membaca Al-Quran dan tentunya Rasulullah sangat tahu ya Allah SWT sangat faham ketika menurunkan Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini bukan diturunkan kepada orang Arab saja karena ada orang-orang Furs disitu ada orang Persi ada orang Romawi ada orang Afrika ada orang Asia dan seterusnya tapi Al-Quran ini rahmatanil alamin keberkahan untuk seluruh alam rahmat untuk seluruh alam jadi Allah sudah kondisikan itu semua sudah Allah kondisikan itu pasti mudah pasti bisa kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa menghafalkan Al-Quran maka saya menasehatkan disini kalau kita kesulitan membaca Al-Quran ya maka janganlah kita zuhud dalam ajar kalau kita zuhud dalam membaca dalam menghafalkan Al-Quran karena gak punya waktu dan lain-lain ya maka jangan sampai kita gak punya waktu juga untuk mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran jadi kalau gak bisa menghafal jangan sampai gak baca bahkan kata Syekh kalau ada orang yang duduk di masjid puluhan tahun untuk membaca Al-Quran saja setiap waktu dia datang sebelum sholat misalnya menunggu sholat sambil baca Al-Quran terus puluhan tahun dia baca Al-Quran khusyuk fokus kemudian dia gak hafal satu pun meskipun itu gak mungkin ya tapi kalau dia gak hafal satu pun tetap dia akan mendapatkan pahala apa? pahala dari membaca Al-Quran jadi Al-Quran ini luar biasanya dibaca saja itu dapat pahala apalagi dihafalkan dan ditadaburi maknanya maka hendaknya setiap muslim itu punya wirid dari Al-Quran itu gak sangat tidak boleh ya tidak boleh tidak sepantasnya seorang muslim itu gak punya wirid dari Al-Quran wirid itu apa? wirid itu setiap hari yang dirutinkan tidak pantas seorang muslim untuk gak punya wirid Al-Quran dia harus punya wirid Al-Quran apa yang didawamkan sama dia Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayat Kursi Amanah Rasul dua terakhir Al-Quran, Al-Quran dia harus terus baca setiap hari maka tidak ada alasan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasannya dia gak pandai membaca Al-Quran karena kalau membaca Al-Quran salah-salah pun semua Allah dikasih pahala Al-Quran يقول abu المفاخر النيسابوري الشيء إذا لم يعد يعني لم يكرر سبعين مرة لا يستقر لا يبقى أنت حين تحفظ عندك ذاكرة تسجل يعني الذي يقرأ يقول نسيت شو معنى نسيت يعني لم يستقر الحفظ يعني لم يبقى ذهب شو معنى نسيت سبعين مرة كلام عن الحفظ وطرق الحفظ وكلام طويل يحتاج إلى محاضرة يا إخوان ولكن أنا أعطي لك ملامح ترجع إليها أولا إخوان تريد تحفظ قرآن حين يقول لك أنه يقول لك يعني لك من يبقى شرط ثلاثين جزء قرآن تريد تحفظ سورة تريد تحفظ وديع العجلة أخيلي قال إنسان عجولا لابد تودع العجلة تترك العجلة هذه قاعدة أخذها يا أخوة ما حفظ سريعا ينسى سريعا ما حفظ سريعا يذهب سريعا ما في هذه أولا وحتى أصبحت عدوى أصبح مرض والعياذ بالله عند كثير من طلاب العلم تقول لك أحفظ قرآن هل أستطيع فيها وما أعجلك يا أخي ما أعجلك ليش العجلة أنا لا أدري ما الفرق بين واحد حافظ عامين ولو حفظ القرآن في خمس سنوات أين المشكلة يعني اللهم إلا إن أراد الإنسان التفاخر وإن أراد التفاخر هذا لم يريد الدار الآخرة هذا لم يريد الله عز وجل يقول أنا حفظت في عامين وذلك يقول أنا هذا ليس من سلوك طلاب العلم وليس من سلوك أهل القرآن يا أخوانك كذلك هذه قاعدة خذها أترك العجلة هذا أساس خذها حين تأتي تحفظها ليس متى أترك كلمة متى 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 تأتي للطالب تقول له يحفظ وجه أخذ هذا الوجه يحفظه ويقولك متى أسمع يشف استاجل هو طالب بسرعة هذا هو سؤاله أول ما ترطيه متى أسمع أو إن حفظ أريد أسمع أخي ما تقمى أعطيتها عليك الثامنة الثامنة والنصف تريد التاسعة تريد تسمع لماذا؟ لأنه يريد السرعة وإن رددته قلت له يرجع هذا شيخ حسود أستاذ حسود هذا هذا ليس أستاذ جيد هذا أنا أريد أمشي وما شاء الله عندي ذاكرة جيدة أستطيع أحفظ ثلاث أوجه أربعة أوجه حتى أصبحنا في زمان اليوم احفظوا القرآن أنا قرأت إعلام بالإندونيسية أستاذ حفالان قران تيكا تيكا بولوهاري في ثلاثة قرآن الآجر مية الآجر مية وما تحفظ في ثلاثين يوم فكيف بالقرآن في ذلك القرآن كل من حافظ هذا الحفظ السريع يحفظوا القرآن في ثلاثة أشهر في شهرين في كذا في كذا هذا كله يناقض أسس التحفظ أي شيء يسمى حفظ تكرر أنا ذكرت كلم السلف الأوائل من عقولهم صافية ما عندهم هذه المغراية الآن والهاتف أنا أتكلم عن زمن ما كان في هذه الملهيات الآن يعني ومع ذلك أن يقول التكرار يا إخوان الحفظ طيب لماذا لا يكرر يمل الذي يكرر إذن صحبة الصحبة هل تستطيع أن تطلق على فلان صاحب وأن هذا صاحبي وأنت لم تجلس معه إلى خمس دقائق لا تستطيع أن تطلق له أن هذا صاحبك صاحبك يا أسحبك دائما معك دائما معك فهل إشكال في الصحبة صحبتك مع القرآن إذن قبل أن نشرع في الحفظ لابد أن نصحح المفاهم التي ذكرتها في أول المحاضرة من باركة القرآن من العمل بالقرآن من التدبر بالقرآن من صحبة القرآن هذه الأمور لابد أن تستشعرها وأنت جالس تحفظ كلام الله عز وجل فهذه أول قاعدة أخذها أيها الحبة الكرام إن أردت الحفظ أتركي العجلة إذا كنت العجلة عجل 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 الحفظ هو بعيد عنك بعيد بعيد لا تقول أنا حفظته أنت تقول حفظته لكن نحن نعرف متى حفظته متى نناديك لأن في آخر المحاضرة أقول لك ما هو الحفظ المتقن ما هو الحفظهات المتقنة أخذها الحفظهات المتقنة ما هو الحفظهات المتقنة مرحبا اوضو عي VS قgio سورة مرحبا اوضو cierto اللي هو اصلت في ملحب شيخ قديم بعض ضيق اصلت على مرحبا بعض ان يكون كمان ان يكون والقرآن يقولون عن مريد كمان عام يخanstر ان يكون سورة اكبر اسوء 0.5 عام اقول الشيخ شيخ لان شيخ جدد يعني عنوان för القرآن ايضا او الوصول أول مولا 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 ثلاثり Ombير lain apakah mereka langsung menghafal enggak sesungguhnya mereka memulai levanteca dengan apa satu hadith demi satu hadith satu ayat demi satu ayat tapi yang mereka kuatkan diapanya yang mereka sabarkan diapanya diulang terus menerus diulang berkali-kali minimal 70 kali dan ini para salaf selalu seperti itu ini kerjaan para salaf yang akan jangan pernah sekalipun أنت مستحيكون ل могут حكون لغرة NO! نم flank لست قضاء لغرة كتن سابه فقد صالة 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 صلت maka dia akan kuat hafalan-hafalan dia akan menempel di kepala dengan kuat maka barang siapa yang ingin menghafalkan dalam Quran maka tinggalkan tinggalkan tergesa-gesa jangan tergesa-gesa mau langsung hafal قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي عملية علمية أي عملية تعلمية تقوم على أربعة أركان الركن الأول المعلم الركن الثاني الطالب الركن الثالث المنهج التعليمي والركن الرابع بيئة التعلم خاصة الأركان الثلاثة خاصة الأركان الثلاثة الأولى استحيل تحصل العملية تعليمية ويوجد طالب ولا يوجد معلم أو يوجد معلم وطالب ولا يوجد منهج أو يوجد منهج وطالب لكن لا يوجد معلم أو يوجد منهج ومعلم ولا يوجد طالب لا تحصل أي عملية تعليمية فتعلم القرآن الذي تتعلم فيه لابد تصنع بيئة 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 تستطيع أن تصاحب فيها القرآن ليس تذهب إلى السوق وتقول لي أحفظ قرآن ليس تذهب إلى المول وتقول لي أحفظ قرآن ليس تذهب إلى السياحة تتجول وتقول لي أحفظ قرآن لابد بيئة فلابد تصنع بيئة تعينك على صحبة القرآن الكريم المنهج لابد يعينك منهج تعليمي واضح ليس واحد يحفظ وجه مرة يحفظ وجه مرة يحفظ نفس وجه مرة وجهين كل يوم يحفظ مرة ليس كل يوم مرة يحفظ في الصباح المهم مختلف مضطرب تارة أسبوع لا يقر على حسب الأحوال يتعامل مع يعني مع القرآن مثل الشهوة يعني ماتت يعني أتت يعني يقول خلاص بسم الله أشتهي أنا أشرب الآن أشرب أشتهي أنا أنام هكذا يتعامل مع القرآن لا يجب أن يكون عندك منهج منهج ويقول المقدار قليلا صفحة صفحتين ثلاث صفحات وتمشي هذا أنت تتعب نفسك فقط أنت تتعب هكذا تصبح تتعب نفسك وخلاص ولا تؤدي بنتيجة وفي الأخير تقول القرآن صعب القرآن صعب يا أخي ليس القرآن صعب أينما أنت مشيط طريقة خاطئة يعني ويقول قرآن حفت وجدت وكنا نسيت القرآن هذا صعب أنسى أنسى يا أخي المشكلة ليس في النسيان يا أخي لابد كما قلت أول ما قلت أتركي العاجلة والله شيئا فشيئا تحفظ القرآن وتحفظه بإتقان بمتعة الحفظ المتقن يا أيها حبيت الكرام الحفظ المتقن ما هو الحفظ المتقن سأجيب عن هذا في ترجمة إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيركم من تعلم القرآن وعلمة طالي ini cara pembelajaran yang baik dalam belajar Al-Quran itu caranya, metodenya juga harus tepat kemudian juga biah lingkungan belajarnya, harus mendukung itu semuanya maka orang yang mau belajar Al-Quran, dia harus menciptakan lingkungan yang baik lingkungan teman-teman, dia harus pilih teman-teman yang memang belajar Al-Quran jadi kalau mau ngafalkan Al-Quran jangan kemudian kerjaan setiap hari adalah belanja di pasar jalan-jalan ke mal, piknik dan lain sebagainya kemudian mengatakan, saya mau hafalkan Al-Quran gak bisa seperti itu dia main sama teman-teman yang kerjaannya main game dan seterusnya, oh pasti akan bosan kalau gitu, dia harus ciptakan itu biah Al-Quran, dia cari teman yang baik dia cari lingkungan yang baik cari cara belajar yang benar dan cara yang benar dalam membaca Al-Quran adalah apa harus dengan tertib bukan semaunya sendiri kapan dia lagi kepingin baca Al-Quran dia akan baca Al-Quran ketika dia males, dia gak baca Al-Quran baca Al-Quran, terserah keinginannya dia ya hari ini jam 10, besok besoknya lagi siang, besoknya lagi asar gak bisa seperti itu kalau menghafalkan Al-Quran harus ada cara pembelajaran yang baik dan benar yang rapih ya ada orang yang cepet-cepetan baca Al-Quran berantakan waktu membaca Al-Qurannya akhirnya pada akhirnya dia akan mengatakan Al-Quran ini susah dihafalin hafalan Al-Quran ini susah padahal bukan hafalan Al-Quran yang susah tapi cara dia dalam menghafalnya ini yang berantakan ya makasih anda menyebutkan langkah-langkah seuruti tarika amaliyah yasira tulakhislana hadil umur ikhwan al-quran awal lawal labud tabahat an muallim mutqin hafiz mutqin dimada madana ana urid ahfad hadil rahman ya ustaz madana hadis ustaz ma'ifan wukutab urib ahfad hadis sabha labud manaj matalan ahfad kuli yaum nis khams astur مثل كمثال فقط كي نفهم خلاص هذا هو المنهج المنهج أعده لك المعلم المعلم أخبرت قال خلاص كل يوم تحفظ خمسة أسطر كل يوم تحفظ أنت لا تتجاوز هذا المنهج بيست تقول أنا حفظت أنا أريد أسيت لا عليك أن تمسك وتقرأ المقرر الذي عينه لك المعلم يعني المنهج لا بد تلتزم بالمنهج المعدلك الآن خلاص إذن هذه أول خطوة يبغي أن تؤمن بها لا تفعل شيء وإن تقول أنا لست مقتنعا به هذا لن تنجح العلماء يقولون عليك أن تعتقد يقول الإمام النووي في التبيان في أداب حملة القرآن يذكرون بأداب المتعلم أن يعتقد كمال أهلية شيخه أن هذا المعلم هو أهل للتحفيظ فالمتعلم أنت حين تمسك هذه الصفحة أو أن يأخوان لابد عينك لا تخرج من المصحف بعض الناس رب المشيطين ورب المغربين هكذا لا تحفظ قرآن فلابد لك لابد أن تعكف على مصحفك ليس كل مرة مصحف كل مرة مصحف يعني مصحف مرة هذا ومرة لابد حين مصحفا واحدا ويكون واسع ما فيه ترجمة ما فيه كلام في الحاشر لأنك العين تحفظ أنت تحفظ بالعين يعني كي لا يتعلق عينك بغير القرآن لذلك حين تمسك المصحف أنت ما عليك والله سهل الحفظ سهل ما هو الصعب؟ الصبر الصحبة هذا هو الصعب الصحبة مع القرآن أن تجلس ثلاث ساعات ساعتين وأن تتظل مع القرآن هذا هو الصعب ليس الحفظ لأنه حين قبل قال قبل قبل مثلا تعيد سبعين مرة مئة مرة مئتين مرة هذا يحتاج إلى وقت يحتاج إلى وقت أنا أقول لك طاريخة يسيرة حين قال الأستاذ الآن يكرر مئة مرة مثلا أقول لك هذا الوجه لابد كي يستقر كره مثلا مئة مرة أنت الآن ستقول صعب مئة مرة كيف أحد مئة مرة هذا مجنون هذا يا أخي مئة مرة لا عندنا صلاوات خمس ولا لا لو كنت قبل الصلاة عشر مرات وبعد الصلاة عشر مرات يوم كله مئة مرة خلاص تكررها مئة مرة سهل جدا فقط تحتاج إلى تنظيم وقتك إلى تنظيم منهجك وأن لا تتعجل لأن أنا أعطيت قاعدة ولازلت أؤكد عليها أترك العجلة لأن كل السلبيات التي تذكر كل الذي ينسى القرآن الذي هو متعجل المشكلة في العجلة لماذا هو يقرأ نصف وجه ويريد نصف وجه الثاني يريد أن يحفظه بسرعة ما معنى السرعة ويريد العجلة ونحن قلنا لك أترك العجلة كرر لا تقول لي حافظت يا إخوان لو قدر الله عز وجل مثلا فلان ستعيش مثلا عمرك الآن مثلا ستبدأ حفظ القرآن وعمرك عشرين سنة إن قدر الله عز وجل أنك ستعيش ستين سنة كم ستعيش ستعيش أربعين سنة إذن احفظ حفظا يبقى أربعين سنة هذه افهموها يا إخوان أنت ليست تحفظ لعام عامين تتخرج أو عام عامين خلاص ثم خلاص حافظت لا يا إخوان أنت تحفظ حفظا كي يبقى معك طول عمرك إن بدأت الحفظ مثلا وعمرك عشر سنوات وقدر الله عز وجل أنك ستعيش مئة سنة إذن أنت ستحفظ حفظا كي يستقر تسعين سنة يبقى لا يختلط ببعضه وكي يحدث هذا لا بد لك أن تمسك المصحف وأن تكون عاكفا عليه عاكفا عليه لا تخلط القرآن ببعضه ليس تحفظ القرآن وتحفظ هذا عليك أن تجمع قلبك على القرآن الله عز وجل قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي ولا تعجل بالقرآن هذا النبي صلى ونهي عن ذلك يعني هذا القرآن يا إخوان يعني الله عز وجل قال يتفلت يذهب بسرعة لذلك تعاهد القرآن تعاهد القرآن دائما دائما لذلك هذه تعاهد القرآن صحبة القرآن كلها تدور في المعاني حول المعاني التي ذكرتها من صحبة وبركة إن صحبت القرآن حافظته أنا أعطي لكم قصة واحدة يا إخوان حدثت في وقتنا المعاصر نحن في الجزائر بعد الصلاة دائما يقرؤون القرآن جماعة دائما طوال السنة بعد الصلاة يراجعون نصف جزء حزب أعرف أناسا حافظوا أقول لكم ربع القرآن حتى نصف القرآن من غير أن يمسك المصحف وإن بمجالسته مع الحفاظ يسمع فقط وكثير من الناس حافظ القرآن بالسماع مسألة ليست السماع أنه يسمع لا السماع هذا يحتاج إلى صحبة أن تجلس الآن أنت تعمل سماعة وتجلس تسمع جزء وتكرره مرة ثلاث مرات بالسماع فقط هذه صحبة القرآن هذا الذي نريد فحين تصحب القرآن وكل قرآن صاحبك خلاص هذا المنهج والمعلم يكون سهلا ولكن إن وجد المعلم ووجد المنهج التعليمي ووجد طالب لا يحب أن يوصاحب القرآن العملية التعليمية تفشل وكذلك المعلم يبغي أن يوصاحب الطالب في عمليته التعليمية ليس يقول آه فلان احفظ ويذهب ويتركه لا الصحبة يا إخوان الصحبة مع القرآن هي التي تخرجك حافظا متقنا الحفظ المتقن أيها الأخوة الكرام الحفظ المتقن هو أن تقرأ ما تشاء أن تقرأ ما تشاء مما تشاء وقت ما تشاء هذا هو الحفظ المتقن تفشل يقول أنا أحفظ القرآن كله كيف تعرف أنه حافظ متقن أن يقرأ ما يشاء ما يشاء تقول اقرأ يوسف يقرأ متى يشاء في الطريق البعض تقول يقرأ أنا أنا زكام يا شيخ زكام طيب احفظ يقرأ ما دخل الحفظ الزكام هذه لا هذه حية البعض الحفاظ يعني يريد أحفظ وهو لا هو ليس بمتقن إن أخطأ يقول لك يا شيخ والله أنا أنا اليوم دعبت إلى المستشفى والطبيب لا دخل هذا في الحفظ ولو أن تقرأ سر الفاتحة لماذا تحفظ الفاتحة لماذا لا نخطئ في الفاتحة لماذا ما سألت نفسك لماذا لا تخطئ في الفاتحة لماذا الفاتحة تحفظها لأنك تكررها دائما تكررها وتجد من لا يحفظ الفاتحة لا يصلي إن رأيته لا يصلي أنا يقول لك أنا لا أحفظ الفاتحة تأكد أنه لا يصلي لذلك أيها الأحبات الكرام هذا هو الحفظ الحفظ هو ليست أمنية وإنما هو تعب تعب يا إخوان إن كان العلم إن أعطيته نصف وقتك يعطيك عمرك كل في العلم يعطيك شوية نصف لذلك لا تعجل وتوكل على الله عز وجل ولا تقول لعمري كبير أنا كبرت في السن خلاص يا شيخ لو حفظت أنا زمان لو حفظت الآن خلاص انتهى بي أنا عمري خمسين سنة تقول لي حفظت لا يا أخي لو تعلم الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا القرآن كم كان عمرهم حين نقلوا لنا القرآن ما قلت هذا الكلام فلذلك من كان ناويا أن يحفظ القرآن فليواصل ومن لم ينوي فليواني ويمين الآن وليتوكل على الله ولو كنت تحفظ كل يوم سطر كل يوم احفظ سطر يا أخي حز وجل يا أخوان ليست مشكلة تحفظ القرآن في عشرين سنة هذه ليست إشكال يا أخوان ليس عيب ليس سبة ليس شيء يعني تخشى أن الناس يرونك يا أخي لا تنظر إلى الناس الإخلاص أن لا ترى الناس أنت في عبادة أنت في عبادة حفظك للقرآن عبادة يا أخوان ترددك للحرف عبادة فلا تنشغل بالناس ما يقولون لا تنشغل دعهم يقولون ما شاءوا أن يقولوا يا أخوان قالوا عن نبي ساحر قالوا عنه مجنون هل ترك عبادة ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن احفظ القرآن حتى يأتيك اليقين ولا تعجز لا تعجز لا تقول أنا أعجمي أنا كذا أنا كذا لا يا أخوان نحن ما حفظنا القرآن لأننا عرب أنا ليس بعربية حفظت القرآن بتوفيق الله فما فيما الذي يعلم يقول الله عز وجل ما هي إلا أسباب هذا المعلم هذا الشيخ هذا فلان هذا هذه أسباب ممكن نتعلق برب الأسباب ربنا سبحانه وتعالى فسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن تكونوا فرسانا حقا هذا هو الفارس يا إخوان مسجد الفرسان يا أستاذ هذا هو الفارس الفارس لا بد اسأل أي فارس ما شاء الله جيد اسأل عن بدايته كم تعرض لكسور كم تعرض لسقوط سقط وسقط وسقط حتى وصل أما إن أردت أن تصل إلى الغاية من غير أن تسقط هذا لا يحدث أيها الأخوة فكونوا فرسانا بحق كونوا فرسانا القرآن بحق بحق واعزموا ودلوا على الخير كفاعله ودلوا على الخير واجمعوا قلوبكم على الخير فالخير في أمتنا لا ينقطع الحبات الكرام يعني ما ما تجزع أنك لا تحفظ قرآن لا أنت مسلم احفظ ولو فقرأ ما تحفظ ما يسر الله لك أن تحفظه فلتحفظه المهم لا تنقطع عن القرآن لا تنقطع عن كلام الله هذا كلام الله كلام الله لا تنقطع عنه أبدا أبدا لا يمر عليك يوم لا تقرأ فيه قرآن عود نفسك وعود زوجتك وأولادك وذريتك على هذا أن لا يترك هذا القرآن لا يعني لا يتصور أن مسلم لا يقرأ قرآن قد تقول أنا أقرأ يوم الجمعة أنا أقرأ يوم كان مسلم يقرأ القرآن كل يوم ورده حياته اجعل حياتك بالقرآن اجعل حياتك بالقرآن الحياة مع القرآن يا إخوان لا أستطيع أن أصفها يا إخوان لا أستطيع القرآن هذا لا تنقضي عجائبه لا تنقضي عجائبه أبدا هذا كلام رب العالمين فلذلك توكل إذا عرفت فلسا عرفت أن القرآن بركه عرفته أنه أنزل للعمل والتدبر عرفت أنه ميسر للحفظ والذكر إذن الزم كتاب ربك سبحانه وتعالى يعاك سبحانه وتعالى Jangan sampai semangat di awal Berantakan, akhirnya putus Akhirnya mengatakan Al-Quran ini sulit dihafalkan Jadi kita percayakan Target tersebut kepada Ustadz tersebut Karena beliau yang tahu kapan kita hafal Itu beliau yang tahu berapa kita mampunya Ustadz tersebut yang tahu Dan diantara Cara dalam Bermuamalah dengan guru tahfid Dan guru tahfid Quran adalah Kita meyakini bahwasannya Guru kita itu ya Yang memang berhak untuk mengatur kita Karena dia memang sudah yang ahli Percayakan kepada beliau Kemudian ketika membaca Al-Quran Jangan pernah memalingkan pandangan dari Mushaf tersebut Ya mata ini jangan kemana-mana Itu akan mengganggu hafalan Kalau sudah menghafalan, fokus matanya ke mushaf Jangan ke kanan, ke kiri Kemudian hendaknya Mushaf yang dipilih adalah Mushaf yang bersih Isinya betul-betul hanya Bacaan Al-Quran saja Jangan yang ada terjemahannya Atau ada tulisan-tulisan yang lain Ya Qurannya yang betul-betul bersih Isinya hanya bacaan Al-Quran Ini akan membantu kita untuk Fokus dalam Menghafalkan Al-Quran Kemudian yang inti dan ini juga yang sulit Adalah apa? Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman kita Sohbatum Al-Quran Kita menjadi sohidnya Al-Quran Menjadi ahli Al-Quran itu Ya setiap waktu kita ulang-ulang Kita atur betul-betul hidup kita Kita atur betul-betul waktu kita Untuk kita membaca Al-Quran Kita ulang-ulang itu yang sulit Maka permasalahan ini bukan di kekuatan hafalan Ini kuat hafalannya Yang ini enggak Yang ini bisa ngafal Yang ini enggak bisa ngafal Enggak Semuanya bisa Cuman kita bisa ngatur hidup kita Atau enggak Kita mau sabar untuk ulang-ulang itu Atau enggak Ya jangan cepat-cepatan Maka Ketika kita sadar bahwasannya Umur kita ini akan Ya kurang lebih 60-70 tahun Atau insya Allah mungkin lebih Maka kita harus persiapkan Hafalan kita Yang bisa kita pakai Sampai kita mati Misalnya Insya Allah kita masih hidup Misalnya 40 tahun lagi Maka siapkan hafalan Yang masih akan nempel Sampai 40 tahun lagi Jangan sampai sekarang Hafalkan susah-susah Sebulan dua bulan Setahun dua tahun Ilang Kecampur-campur Semua hafalan yang lain Jangan Persiapkan juga hafalan kita Ya untuk Sampai kita hidup Sampai akhir hayat kita Sampai 40 tahun lagi Masih kuat hafalannya Enggak Kecampur-campur Semua surat yang lain Caranya bagaimana Caranya adalah Dengan kita Kalau bahasanya Syekh Kita harus Iktikaf sama Al-Quran Duduk Betul-betul Ya Targetnya Jangan banyak-banyak Targetnya Misalnya Satu baris Dua baris Tiga baris Itu diulang Terus Ini tantangannya Sebetulnya Mau sabar Atau enggak Makanya Kata Rasulullah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Wala ta'jal bil-Quran Kata Allah Sallallahu Wa Ta'ala Ya Muhammad Jangan langsung Tergesa-gesa Dengan Al-Quran ini Ini Al-Quran ini Beratnya luar biasa Maka Masuknya juga harus Pelan-pelan Dengan cara yang baik Dengan cara yang Bagus Yang elegan Yang cantik Kemudian juga Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'ahadu bil-Quran Pegang erat-erat Al-Quran itu Ikat Kencang-kencang Al-Quran ini Al-Quran tersebut Kata Rasulullah Karena Al-Quran itu Bisa kabur Lebih cepat Daripada kaburnya Unta Yang enggak diikat Unta kalau dibuka Kandangnya Dia kabur Al-Quran lebih cepat Kaburnya Dari itu Kalau enggak kita ikat Maka setiap hari Harus kita baca Targetnya Sedikit-sedikit aja Tapi dibaca Terus-terusan Maka Intinya adalah disitu Suhbatul Quran Kita Pegang betul-betul Al-Quran ini Di dalam kehidupan kita Maka orang yang Mutkin Siapa orang yang Mutkin itu Orang yang mutkin adalah Orang yang bisa Membaca Al-Quran Dari surat mana saja Disebutkan Apapun ke dia Baca surat Yusuf Baca surat Enamel Ayat sekian-sekian Dia langsung bisa baca Kapanpun waktunya Itu adalah orang yang Mutkin Membaca Al-Quran Maka dia yang akan Yang membaca Al-Quran Dengan mengulang-ulang itu Dia enggak cepat-cepatan Mau hafal Dia akan bisa Hafalannya mutkin Dia baca Setiap hari Misalnya Satu Baris Dan diulang-ulang Terus Dan kita harus Menyadari bahwasannya Kita menghafal Al-Quran Ini bentuk ibadah Dan kita mengulang-ulangnya Juga itu bentuk ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka enggak ada alasan Enggak ada alasan Orang untuk tidak menghafal Al-Quran Meskipun dia orang Yang sudah tua Misalnya Kalau kita lihat Para sahabat nabi itu Mereka Bahkan masuk islam Sudah umur-umur Ya 40 lebih semuanya Tapi mereka menghafalkan Al-Quran Jadi enggak ada alasan Orang untuk tidak menghafalkan Al-Quran Dan jangan pedulikan Omongan orang Oh ini hafalanmu Cuma sedikit Kau cuma mampu Baca sehari Satu baris misalnya Hafalanmu cuman Lemah Sehari cuma dua baris Jangan Jangan pedulikan omongan orang Enggak usah urusan-urusan Semua omongan orang Fokus Setiap hari Dengan target kita Satu hari Satu baris Dua baris Tiga baris Terus kita ulang-ulang Yang penting kita punya hafalan Nambah terus Ya jadi Enggak ada alasan orang untuk Tidak menghafalkan Al-Quran Dan tidak mungkin Seorang muslim itu Tidak bisa digambarkan ya Bagaimana seorang muslim Bisa melewati harinya Tanpa membaca Al-Quran Gimana bisa itu Di muslim yang seperti apa itu Nak punya orang yang muslim Islam Tapi hari-harinya dia Tidak dilalui dengan Membaca Al-Quran Terima kasih Al-Quran 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 صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بها وجز الله خيرا القائمين على مسجد الفرسان أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا وأن يجعل هذا المسجد منار خير وبركة وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المسجد حقا مسجد الفرسان في القرآن والسنة والنشر الخير وما ينتفع به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kemudian Syekh mengatakan bahwasannya termasuk dari kebiasaan beliau adalah apabila beliau mengisi kajian maka beliau akan memberikan kesempatan setelah salat isya untuk siapa yang mau menstorkan bacaan kepada beliau beliau akan mensuhihkan bacaannya meluruskan bacaan Al-Quran maka nanti siapa silahkan setelah isya yang mau silahkan kemudian beliau menyampaikan hadith Rasulullah SAW bahwasannya Rasulullah SAW bersabda abshiru, abshiru, abshiru ya bergembiralah kalian bergembiralah kalian bergembiralah kalian kata Rasulullah SAW Bukankah kalian bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasannya aku adalah Rasulullah maka sahabat mengatakan iya na'am ya Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan fa inna hadhal qur'ani sabab fa inna hadhal qur'ani sababun torfuhu biyadillah wa torfuhu biaydikum sesungguhnya Al-Quran ini ujung satunya ada di tangan Allah dan ujungnya yang lain di tangan kalian di tangan kita umatnya Rasulullah SAW maka selama maka berpeganglah kalian dengan ujung Al-Quran itu yang kalian pegang itu pegangilah ujung tersebut maka selama kalian berpegang dengan Al-Quran itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ya karena ujung satunya lagi di tangan Allah Allah yang akan mengganding kita kalau kita berpegang dengan Al-Quran ini maka kita tidak akan hancur selama-lamanya maka mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul Fursan Fursan Al-Quran Al-Fursan ini artinya seorang penunggang kuda seorang apa? kesatria penunggang kuda yang ahli memainkan pedang ahli memanah ahli memainkan senjata seorang yang ahli berperang itu artinya Fursan tentunya dia memulai keahliannya itu dengan dia jatuh dia luka dan seterusnya sehingga dia bisa menjadi betul-betul seorang kesatria yang gagah berani maka mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semuanya kesatria-kesatria yang mampu menghafalkan Al-Quran mentadaburi maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menyampaikan Al-Quran itu penting yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta sabrur kawatu mendaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati